مزيد من المتابعة يضم إلينا من جنوب لبنان أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية أهلا بك أحمد ما هي آخر التفاصيل المتعلقة في هذا الهجوم والرد على الهجوم من قبل حزب الله نعم تحياتي لك في البداية بالفعل في الساعات الأولى من صباح اليوم تعرضت بلدة الكفور في قضاء النبطية إلى غارة جوية إسرائيلية استهدفت مبنى في منطقة صناعية في هذه البلدة البعيدة نسبيا عن الحدود الجنوبية اللبنانية فهي في قضاء النبطية البعيد عن المناطق والبلدات الحدودية فأصفر استهداف المبنى عن سقوط المبنى بالكامل مما أصفر عن سقوط عشرة قتلى جراء هذه العملية بالإضافة إلى خمسة مصابين آخرين من بينهم حالتين خطيرتين وبالتالي هناك أنباء عن تردي بعض أو أحد الحالتين الموجودين المتوجدتين الآن في المستشفى ولكن لم تصدر وزارة الصحة اللبنانية بيانها أو أي تحديث لهذا الرقم حتى الآن ولكن يمكن وصفها وفقا للمحللين والمراقبين هنا في الجنوب اللبناني بأنها أكبر مجزرة إسرائيلية تجاه المدنيين في الجنوب اللبناني علما بأن المبنى كافة من كانوا به من السوريين الذين يعملون في المصانع وفي المنطقة الصناعية المحيطة بهذا المبنى الذي تم استهدافه ولم يكن تواجد به أي من عناصر حزب الله كما أن حزب الله لم ينعي أي من عناصره منذ صباح اليوم وحتى الآن هناك في حال استهداف أي منزل به عناصر الحزب الله يسارع حزب الله إلى إصدار بيانات ناعي لعناصره التي سقطت مثل ما حدث في بلدة ميفادون القريبة بشكل كبير جدا من البلدة الكافور التي تم استهدافها حينما تم استهداف ميفادون قبل عدة أيام أعلن حزب الله ونعى ستة من عناصره جراء هذه الغرة في ميفادون ولكن في الغرة التي حدثت في الساعات الأولى من صباح اليوم لم ينعي أي حزب الله أي من عناصره في هذه الغرة وفي هذه العملية وبالتالي هي تعد الآن هي أكبر مجزرة إسرائيلية في الجنوب اللبناني جراء سقوط عشرة قتلى على الأقل بالإضافة إلى عدد من الجرحة الذين لا يزالون يترقون العلاق في المستشفيات حتى الآن وردا على هذه العملية في الكفور قام حزب الله اللبناني باستهداف مستعمرة لأول مرة في الجهة المقابلة للقطاع الشرقي من الجنوب اللبناني في هذا الاتجاه أطلقت عشرات السواريخ من طراز كاتيوشا باتجاه مستعمرة إليت هاشاحر في الشمال الإسرائيلي وتعديدا في نطاق صفض هذه المستعمرة التي تبعد أكثر من عشرة كيلومترات عن الحدود الجنوبية اللبنانية وربما يكون أكبر مدى لصواريخ الكاتيوشا في العمق الإسرائيلي منذ بداية التوترات علما بأن هذه المستعمرة تستهدف لأول مرة منذ بداية التوترات في الثمن من شهر أكتوبر الماضي علما بأن أيضا استهداف المستعمرات يأتي ردا على استهداف المنازل المدنية والمناطق المدنية في الجنوب اللبناني هذه المستعمرة هي ثالث مستعمرة تدخل لأول مرة على خريطة استهدافات حزب الله منذ مطلع الشهر الجاري وحتى الآن وذلك ردا على توسيع جيش الاحتلال الإسرائيلي لعدوانه على البلدات اللبنانية الجنوبية والتي تضمنت شمع وميفدون والدوير وعدد من البلدات في القطاع الغربي للجنوب اللبناني أو في القطاع الأوسط وربما كانت آخر هذه الاعتداءات التي طالت مناطق جديدة بخلاف منطقة وادي الكفور أو بلدة الكفور في أساعات الأولى من صباح اليوم كانت هناك بلدة الجيدة مرجعيون التي تظهر في الكاميرا أمامنا الآن وأيضا بلدة العباسية في القطاع الغربي للجنوب اللبناني شمالي قضاء صور قبل يومين فبالتالي هناك توسع واضح من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في استهداف البلدات اللبنانية وتحديدا البلدات الآمنة التي لم تكن تصلها أسلحة أو مصيرات أو أي من التهديدات الإسرائيلية على مدار الأشهر الماضية أيضا قبل قليل قام طيران الحربي الإسرائيلي بخرق جدار الشتصوت على دفعتين بشكل واضح جدا في أجواء الجنوب اللبناني مما أحدث أصوات غارات وهمية في مختلف المناطق اللبنانية سواء في القطاع الشرقي أو الأوسط أو القطاع الغربي للجنوب اللبناني ثم بعد ذلك حلق الطيران الحربي بشكل كسيف في الأجواء أجواء الجنوب اللبناني وبعدما غادر الطيران الحربي الإسرائيلي أجواء الجنوب عادت مرة أخرى المسيرات الاستطلاعية التي نسمع أصواتها بوضوح ولم تفارق الأجواء اللبنانية على مدار الأيام القليلة الماضية كما ذكرت أحمد ووفق لما ذكرت بأن استهداف الجانب الإسرائيلي النباطية وفي هذه الرقعة تحديدا كان يتواجد بها مدنيون وهذا ينفي كذلك سيناريو الإسرائيلي المتعلق بأن الضربة استهدفت مستودع أسلحة يستخدمه مقاتل حزب الله هذا المشهد الآن وأنت متواجد بشكل دائم في الجنوب اللبناني هل من مؤشر يمكن الاعتماد عليه الآن لمستوى الاستهدافات مستوى الهجمات بين الجانبين حزب الله وإسرائيل لما يمكن أن تكون عليه خلال الأيام القليلة المقبلة نعم ربما في مستوى الهجمات هناك تصعيد ولكن على ما يبدو أيضا أنه تصعيد منضبط يستهدف أماكن محددة ويوجه رسائل محددة على سبيل المثال حينما قام جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهداف سيارة في ساحة بلدة جديدة مرجعيون فكان بإمكان المسيارة الإسرائيلية أن تستهدف هذه السيارة التي كانت تضم أحد عناصر حزب الله قبيل دخول الساحة أو بعد خروجها من الساحة ولكن على ما يبدو أن استهداف السيارة داخل الساحة كان رسالة من جيش الاحتلال الإسرائيلي للمنطقة والمواطنين في الجنوب اللبناني بالضغط على حزب الله من أجل وقف العمليات التي تنفذ من الجنوب اللبناني أيضا في قيام حزب الله باستهداف مساحات أوسع أو مستعمرات أوسع وأيضا الفيديوهات التي يظهرها وينشرها للعمليات التي يستهدفها هي رسالة أيضا من قبل حزب الله بأن لديه العديد من الأسلحة ولديه أيضا العديد من الإمكانات التي لم تظهر بعد على الساحة الجنوبية القدود الجنوبية اللبنانية وأيضا أن هناك بإمكان الحزب الوصول إلى مدى أكبر مثل ما حدث حينما استدف قبل أيام منطقة بين عكا ونهاريا وكما يستدف أيضا المستوطنات ويقول أن لديه القدرة على استدفع مستوطنات توقيع عدد كبيرة من القتل في الجانب الإسرائيلي ولكن ربما حتى الآن هذا التصعيد هو تصعيد منضبط وفقا لقواعد محددة حتى وإن كانت هناك قواعد للاشتباك منذ بداية التوترات فربما شهدت هذه القواعد تطورا ملحوظا على مدار الأيام القليلة الماضية فبالتالي بات هناك تصعيد ولكن التصعيد حتى الآن أيضا منضبط من قبل الجانبين نحن الآن ربما تحليق منخفض لطيارات الاستطلاع الإسرائيلية في أجواء القطاع الشرقي للجنوب اللبناني في هذه الأسناء ربما المسايرات الإسرائيلية تبحث عن أهداف وبالتالي تحلق على ارتفاع متوسط في أجواء الجنوب اللبناني وخصوصا بعدما أعلن حزب الله أيضا قبل قليل عن استهداف موقع المرج في الجهة المقابلة للقطاع الشرقي من الجنوب اللبناني بصواريخ قبل قليل فبالتالي كل هذه الأمور تأتي في إطار التصعيد ولكن التصعيد المنضبط في ظل الجهود الدولية المكسفة المبزولة من أجل احتواء هذا التصعيد ووضع حد لهذا التصعيد أيضا في ظل المخاوف من اندلاع حرب أو انجرار هذه المنطقة التي نقف عليها الآن الحدود الجنوبية اللبنانية مع الشمال الإسرائيلي انجرار هذه المنطقة إلى حرب ربما تتسع رقعتها لتصبح حرب إقليمية تؤثر على كافة دول المنطقة فبالتالي حتى الآن هناك تصعيد ولكن التصعيد سواء من قبل الجيش الإسرائيلي أو من قبل حزب الله وفقا لضوابط محددة وأسقف معينة حتى الآن لما له صلة أحمد فيما يخص استهداف غارة إسرائيلية لدراجة على طريق قدموس في قضاء صور وأنباء عن استشهد شخص هل لك أي تفاصيل أو مستجدات فيما يخص هذه الحادثة نعم إسرائيل تواصل سياسة الاغتيالات حيث منذ مطلع الشهر الجاري وحتى الآن هناك أكثر من 25 عملية اغتيال نفذت بهذه الطريقة إما عبر السهداف مسيارة إسرائيلية لدراجة نارية أو لسيارة على الطريق في النطاق الجنوب اللبناني منذ مطلع الشهر الجاري وحتى الآن فهذه هي مواصلة لسياسة الاغتيالات التي ينتهجها جاش الاحتلال الإسرائيلي ويصعد ويكثف من هذه العمليات على مدار الأيام القليلة الماضية فتم استهداف هذه الدراجة بصاروخ من مسيارة إسرائيلية مما أدى إلى اشتعال النيران فيها وكانت الدراجة يستقلها شخص فتم نقله إلى المستشفى بالإضافة أيضا إلى أن الشظايا المتطايرة من جراء الصاروخ وارتطام الصاروخ بالدراجة النارية وارتطامه بالأرض أصفر ذلك عن سقوط عدد من المصابين أيضا في محيط المكان ولكن الصحة اللبنانية ربما تجري حتى الآن حصرا بالخسائر البشرية جراء هذه الغارة التي تأتي في ظل استمرار سياسة الاغتيالات في الجنوب اللبناني شكرك شكرا جزيلا من جنوب لبنان أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية